السلام عليكم استمعت مصالح الدرك الملكي منتصف الأسبوع الجاري لسيدة ظهرت في فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بإرضاع صغار كلبة من فصيلة المالينوى بأحد الدواوير التابعة لجماعة تافرانت بغفساي وحسب مصادر محلية فإن النيابة العامة المختصة أعطت تعليماتها لعناصر الدرك الملكي بمركز إلوارتزاغ من أجل التوجه لمنزل المعنية بالأمر والتحقيق معها بخصوص الفيديو الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتضيف المصادر عينها أن العناصر الأمنية سألت مرضعة المالينوى حول الأسباب التي دفعتها إلى تصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي هذا وأمر المسؤول الأول على الدرك الملكي بالمنطقة عناصره بإعداد تقرير مفصل في الواقعة من باب الإخبار والتوضيح إلى حين التوصل بقرار رسمي وقانوني من النيابة العامة إلى هنا ينتهي خبر اليوم شكرا للمشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد مع السلامة